تعتبر الهجمات التي يشنها تنظيم الدولة في كل من دير الزور وريف حمص الشرقي دليلا واضحا على أن قدرته على التمدد لم تنتهي رغم كل المعارك التي تخاض ضده في جبهات عدة في سوريا والعراق فالتنظيم مدفوع دوما بحاجته إلى تعويد خسائره البشرية والمالية عبر شن هجمات مركزة وخاطفة تؤمن له عوائد سريعة فبغض النظر عن معطيات عودته إلى تدمر شكل هجومه الأخير على مطار دير الزور العسكري مفاجأة للمراقبين الذين ظنوا أن الخسائر المتتالية التي تعرض لها في كل من الموصل العراقية وريف حلب الشمالي والشرقي ستحد من قدرته على شن هجمات جديدة تشكل كل من هجمات التحالف على التنظيم في العراق وعملية درع الفرات بقيادة تركية في سوريا محورين مهمين لمواجهة التنظيم ولكن ماذا عن المناطق التي لا تصلها تلك العمليات هل يمكننا القول أن ما تبقى للنظام في شرق سوريا يعتبر الخاصرة الأضعف التي يتسلل منها التنظيم بالمقابل هل يعتبر التحالف الروسي التركي الأخير نقلة نوعية لمواجهة التنظيم سواء في مناطق قريبة من النظام أو على امتداد جغرافي قريب من مناطق الثوار وبالحديث عن خلطة التحالفات الدولية يبدو أن المجتمع الدولي بصدت تغيير طريقة تعامله مع التنظيم خاصة بعد توجه المجتمعين في الرياض إلى بناء استراتيجية جديدة للمواجهة تبدأ من دعم عملية درع الفرات التي تقودها تركيا في الداخل السورية وهو أمر يعيدنا إلى حالة التوتر الشديدة بين أنقرة وشركائها في التحالف حول طريقة طرد التنظيم من مناطق نفوذه حتى عادت الولايات المتحدة وأكدت في الأسبوع المنصرم وجود نقاشات جارية للتحالف لقتال التنظيم في سوريا كل هذه التحركات السياسية والعسكرية تقودنا إلى ميدان المواجهة مع التنظيم مجددا وعليه يقول متابعون عسكريون إن تحركات عناصره رغم كثافة الغارات تشير إلى بقاء ميزة المرونة التي طالما تمتع بها منذ نشأته ولعل تحركاته الأخيرة توضح الرغبة في إبقاء سيطرته على معابر حدودية وطرق برية تؤمن له حرية التنقل بين العراق وسوريا فهل تغير رؤية التحالف لدور عمليات درع الفرات ودخول الخط العربي يسرع من وطيرة المعارك أم للتنظيم خطط بديلة جاهزة دوما لمواجهة الزخم العسكري ضده